السياسات التي اتبعت في حكم العراق منذ عام 2003 كانت تسعى دوما لجعله متأخرا في جميع الميادين الا في عدد المفقودين والمغيبين قصريا فقد جعلته الاول على مستوى العالم اللجنة الدولية لشأن المفقودين في الامم المتحدة اكدت انها تتعامل مع ملف يوثق ما بين 250 الف الى مليون مفقود في العراق اما منظمة هيومن رايتس ووتش فقد سبق لها ان اتهمت الجيش الحكومي والميليشيات بممارسة الاخفاء القصري للضحايا وقالت المنظمة انها وثقت من بين الضحايا المغيبين اطفالا وصبيانا اعتقلوا على يد قوات حكومية وميليشيات مسلحة ناشطون ومدونون واعلاميون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي دفعهم اهمال ملف المغيبين ومطالبات ذويهم بالكشف عن مصيرهم الى اطلاق وسم حمل عنوان وينهم طالبوا فيه السلطات الحكومية بالكشف عن مصير المغيبين قصرا في العراق الناشطون اوضحوا انه على الرغم من انحسار وجود تنظيم داعش الا انه لا يزال الالاف من العراقيين بين مختطفين ومغيبين ومعتقلين وكشفوا ان هناك اكثر من اربعة الاف مغيب قصرا في صلاح الدين واكثر من الف وثمانمائة في سامراء واضعفوا هذه الاعداد ببقية المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش اما المرصد الاورو متوسطي لحقوق الانسان فقد اكد ان الالاف من العراقيين اخفوا قصريا خلال الاعوام الماضية على يد ميليشيات مسلحة او حتى القوات الحكومية محملا السلطات الحكومية تكامل المسئولية في الكشف عن مصيرهم واوضاعهم بدوره قال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ان ملف المغيبين في العراق لم يعد يتحمل السكوت عنه مطالبا المجتمع الدولي والامم المتحدة بالتحرك سريعا وفق القانون الدولي والمعاهدات الدولية للبحث عنهم المهجرون من منطقة جرف الصخر شمال بابل اصبحت اوضاعهم المعيشية تتجه من سيء الى اسوأ في ظل استمرار اخفاء ابنائهم مؤكدين انهم وبعد ست سنوات على استعادة مناطقهم لم يستطيعوا العودة اليها في وقت تسيطر ميليشيات الحشد على المنطقة وحولتها الى سجن ومعسكر لها يدار من قبل هذه الميليشيات برعاية ايرانية واضحة بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة الاسبق اياد علاوي اشتركوا في القناة